هذه المجموعة الأكاديمية التي نتحدث عنها سيدتي قبل أن نتحدث عن البيان بشكل مباشر ومفصل ونتحدث عن بعض فقرات البيان التي أثارت الشارع التركي لم يثر ربما بعض السياسيين الأتراك فحسب بل هو أثار الشارع التركي بمجمله في قناعة الشخصية هؤلاء المثقفون هم من تحدثوا عن المسألة الأرمانية بشكل مفصل وقالوا أن تركيا قامت بالكثير من المجازر في السابق هؤلاء الأكاديمون هم نفسهم وعينهم من قدموا عريضة للسيدة ميركل المستشارة الألمانية وطلبوا منها عدم زيارة تركيا عندما زارت تركيا قبيل انتخابات السابع من حزيران الماضي أعفوا في نوفمبر الماضي بدواعي بمفهوم أن هذه الزيارة كانت ستكون دعما معنويا لحزب العدالة والتنمية هؤلاء لا أدري كيف هؤلاء المثقفون من المؤكد أنه يحق لهم أن يقولوا ما يفكرون به ما يعتقدون به لو كانوا موضوعيين هم تحدثوا عن الحالة في جنوب شرق البلاد وصفوا الحكومة بأقذع الألفاظ وصفوا الحكومة بأنها تقوم بجرائم إبادة جماعية وصفوا الحكومة بأنها تقتل الأبرياء وصفوا الحكومة بأنها تقوم بالحصار وصفوا الحكومة بألفاظ في قناعة الشخصية لا تتحمل الحكومة ربما كل هذا الوزر إن فرضنا أن هذه الأوزار تقع على الأرض بطبيعة الحال لو كان هذا البيان حقيقة منصفا على الأقل وكان يحتاج إلى أن نقوم بنقاشه كان يجب أن يحمل ربما الطرفان وهو الطرف البيكيكي تحديدا جزء مما يحصل في تركيا أو جزء مما يحصل في جنوب شرق البلاد يعني لا يمكن تصور أن هناك مجرما واحدا وهو الدولة التركية هي من تقوم بكل هذه الجرائم دون أن تحمل ولو بكلمة صغيرة واحدة الطرف الآخر في هذا البيان هذا البيان لم يتعرض بجملة واحدة لما يقوم به البكيكيكي من جرائم أيضا هي الآخر من تفجيرات مثلا التفجير الأخير الذي حصل في ديار بكر والتي استهدف بشكل مباشر سكنا لضباط الشرطة والجيش ذهب ضحيتها مدنيون من الأطفال والنساء وذهب بحجم هذا التفجير الكبير في المنطقة السكنية عشرات المحلات التجارية وعشرات الأضرار المدنية في الأبنية المجاورة كل هذه الأمور ألا يتحمل البكيكي على الأقل وزرا بسيطا مما يحصل مثلا في تركيا الخنادق التي ترحفظ إذن المشكلة بالنسبة لكي نفهم المشاهد أكثر دكتور جول المشكلة إذن في البيان هي ليس بأنهم يطالبون بإحياء المفاوضات أو عودة المفاوضات من جديد مع الأكراد وتهديئة الأمور قليلا المشكلة هي في عدم التوازن عدم التوازن في الخطاب هذه هي المشكلة عدم الموضوعية عدم الموضوعية في هذا الإطار وإيكال كل اتهامات للدولة التركية